الدخل التوازني الله يحييكم جميعا أهلين يا وداد وأهلا وسهلا بالجميع الآن بالطبع أننا كنا أخذنا في اللقاء الحي السابق انتقادات النظرية الكلاسيكية من طرف الكنز في أولا بعدين في ثانيا أخذنا فرضيات النظرية الكنزية فاليوم ثالثا حنستكمل ونأخذ نموذج الكنزي وتحديد الدخل التوازن بالطبع افتراضات النموذج الكنزي بتحكي أن الطلب على الساعة وخدمات هو من يحدد الانتاج بمعنى أنه ليس مثل الكلاسيك الذين قالوا أن العرض من الساعة والخدمات هو من يحدد الطلب بمعنى أن كل ما تعرضه الشركات سوف يجد من يشتريها النظرية الكنزية بتحكي لا الطلب لكل فعال على السلع والخدمات هو من يدفع الشركات لكي تنتج لكي تنتج أي تستجيب الشركات للطلب من طرف الأفراد على سلعها وتنتج فبالتالي يتحدد بهذه الطريقة مستوى الانتاج المحلي يجمالي في البلد على أقل في المدى القصير بالطبع لما تسمع كلمة مدى قصير هي الفترة الزمنية التي لا يتغير الأسعار خلالها أو تتغير الأسعار بشكل تطيف جداً هذا هو الزمن القصير بالطبع في الأجل القصير المنتجون يعرضون جميع الانتاج المطلوب في عندما هو مدى متوسط مدى قصير مدى طويل إلى آخره ففي الأجل القصير يتعدى لاقتصاد سريعاً لكي يصل إلى مستوى التوازن بحيث يكون الطلب الكلي يساوي الانتاج الكلي ولما تسمع كلمة انتاج هو العرض الكلي من السلع والخدمات أنا حضرت لك يا ابن قصير فالانتاج الكلي من السلع والخدمات ما هو إلا العرض الكلي من السلع والخدمات والانفاق الكلي على السلع والخدمات ما هو إلا الطلب الكلي على السلع والخدمات نعم بالتأكيد سوف نستعرض اليوم بالطبع فقط بدنا نبدأ بأولا لأنه في عندي أنا أولا ثانيا ثالثا هناخدهم في السبوع هذا والسبوع القادم بإذن الله تعالى لكن السبوع هذا اللي نحن فيه هناخد فقط أولا عندما تحديد توازن في اقتصاد مغلق مكون من قطاعي الأفراد ورجال الأعمال بعد ما نخلصه ممكن اليوم والسبوع القادم ننتقل بعد ذلك إلى تحديد التوازن في اقتصاد مغلق مكون من ثلاث قطاعات ألا وهم قطاع الأفراد وقطاع رجال الأعمال والقطاع الحكومي بعدين في ثالثا مناخد تحديد التوازن كل في اقتصاد مفتوح اللي هو الأفراد ورجال الأعمال والحكومة والقطاع الخارجي أوكي أي واحد عنده أي سؤال بستطيع ينتظر لنهاية محاضرة ويسألني خصوصا أن هذه أسئلة عم تتكرر متى بتنزل الشرائح متى بتنزل الشرائح بستطيع تسأليني عدة مرات فأي واحد عنده أي سؤال تنظيمي ينتظر لنهاية محاضرة بس تنتهي وبستطيع يسألني أما بالنسبة للشرائح فأنا بنزلها تباعا أنا بالنسبة للشرائح بنزلها تباعا بالنسبة للأقفال الشات يا سارة الشيخ صعب أقفل الشات لأنه سوف تتحول المحاضرة إلى خطبة وأنا لست خطيبا هنا يعني خطبة جمعة تطلقين ولا نحن بدنا بدنا يكون فيه رايح جاي رايح جاي يكون فيه نوع من من التواصل نوع من التفاعل نوع من هيك المحاضرة نوع في أنت علي آه أما إذا بدي أغلغ الشات حولتها لخطبة جمعة بلقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوموا إلى صلاتكم انتهت محاضرة نحن ما بدنا إياها هيك بدنا إياها يكون فيه نوع من التفاعل لكن أي واحد عنده أي سؤال تنظيمي يتركه للأخير أوكي رايح كما نبدأ بأولا على وهو أولا تحديد توازن من قصود مغلق مكاون من قطاعي الأفراد ورجال الأعمال بالطبع أنتو بتعرفوا أنه التوازن الكلي في الاقتصاد يتحقق زي ما حكينا سابقا عندما يلتقي منحنة طلب الكلي مع منحنة العرض الكلي أي يتساوى أي يتساوى الطلب الكلي على السلع والخدمات مع العرض الكلي من السلع والخدمات أوكي الآن فأنا كتب لكم هون أنه التوازن يتحقق الأجريجيت سابلاي العرض الكلي من السلع والخدمات يساوي أجريجيت ديماند الطلب كل من السلع والخدمات اللي هو يساوي الإنتاج الكلي الإنتاج الكلي Y لرمز Y أو العرض الكلي لرمز Y يساوي الطلب الكلي في اقتصاد مغلق مكوّن من قطاعين هم مكوّن من C الاستهلاك أي قطاع الأفراد ينفق على شراء السلع والخدمات ويسمى انفاقه طلبه على السلع والخدمات C consumption حكناها سابقا أما قطاع رجال أعمال فهو يطلب يطلب ويشتري الجرفات الكمبيوترات الآلات الماكينات لكي ينتج لكي ينتج ويلدي طلب قطاع الأفراد أو المستهلكين على السلع فهو الinvestment I فمجموعهم C زائد I يعطيني إجمال للطلب كلي في اقتصاد مغلق مكوّن من الأفراد ورجال الأعمال أوكي الآن سبتصير عندي المعادلة هي Y equal C زائد I الآن بخصوص C بخصوص C C اللي هو الاستهلاك consumption ما هو؟ هو مقدار ما ينفقه القطاع العائلي أو قطاع الأفراد أو القطاع الاستهلاكي على شراء السلع والخدمات 100 مليار 200 مليار هو إجمالي ما ينفقه هذا القطاع العائلي على شراء السلع والخدمات حسب كنز فإن الاستهلاك يرتبط يرتبط طربيا مع الدخل بمعنى كلما زاد دخل السعوديون أو السعوديين يزداد قدرتهم أو قوتهم الشرائية فيزداد استهلاكهم أو طلبهم على شراء خدمات وكلما قل دخل السعوديين كلما قل قدرتهم على الانفاق أي قل استهلاكهم أوكي فهذا بالطبع الاستهلاك يرتبط بعلاقة طردية عشان هيك حنشوء مع الدخل عشان هيك حنشوف في الدالة اللي تحت في الأسفل أسفل الشريحة لو نظرت إلى أسفل الشريحة في التحت حتلاقوا في زائد إشارة زائد بي واي بالطبع واي تعني الدخل قبلها في عندك زائد الزائد تعني علاقة طردية يعني علاقة موجبة والكلاسيك والكلاسيك برضو زيهم يا ملهم الشمالي كلامك سليم برضو عندك لسيك يوجد علاقة أكيد طردية بين الدخل والاستهلاك الشيء طبيعي الآن بالطبع لازم تعرفوا لازم تعرفوا إنه مش مش كل مش كل الدخل أحيانا يذهب إلى استهلاك هناك جزء يتبقى ويذهب كمدخرات أوكي خصوصا في المدى قصير بمعنى أنت دخلك مثلا مثلا 20 ألف ريال مش كله ممكن تنفقه على السلاك ممكن تنفق جزء منه على على شراء الملابس جزء منه على الخبز جزء منه على الألبان جزء منه على الأجبان جزء منه على الأحذية جزء منه على البنزين لكن ما يتبقى مثلا صرفت أنت من 20 ألف شهريا تصرف تقريبا 15 ألف ما تبقى 5 ألف لم يصرفوا لم يصرفوا لم ينفقوا يذهبوا يبقوا في البنك كمدخرات لك أيوة الآن عشان هيك نحن الدخل زي ما شفنا عند الكلاسيك عند الكلاسيك أيضا ينقسم إلى جزءين جزء يذهب لإستهلاك وجزء يذهب أيضا للمدخرات الآن أنواع الاستهلاك آه يعني خدي قرشك الأبيض ليوم كل أسود هذا عادة في ناس بتخبي مش عشان يوم أسود ويوم بنفسجي بخبهم عشان بعدين يشتري بيت يشتري يستثمر يشتري فيما بعد آه أوكي الآن فأنواع الاستهلاك لأنه لازم تعرف أن المدخرات المدخرات تذهب وتتحول إلى استثمارات أوكي طب أنواع الاستهلاك الآن خلنا نروح إلى أنواع الاستهلاك الاستهلاك الثابت المستقل اللي هو CA اسمه Autonomous Autonomous Consumption اللي هو الاستهلاك الثابت أو المستقل شو يعني مستقل يعني أنه لا يعتمد على الدخل حيث هناك استهلاك للسعوديين أو لكل فرد حتى وإن كان دخله صفر ده معنى بعض السعوديين عاطلين عن العمل لكنه هذا العاطل عن العمل الذي لا يعمل يأكل ويشرب ويستهلك حتى مع أنه لا يعمل دخله صفر إلا أنه عنده الحد الأدنى من الاستهلاك بالضبط الآن الآن إما يلجأ إلى الاقتراض من البنوك أو يلجأ إلى الاستعانة بالدولة عن طريق حافظ اللي بتعطيه ألفين أو تلاتي ألف ريال لكي يأكل ويشرب أو إذا ما ما استطاعش كذا من الاقتراض أو الاقتراض من أحد الأشخاص يلجأ إلى مدخراته يعني إذا كان شخص أصبح حاطع عمل وكان قبل ذلك يعمل ولديه مدخرات في البنك يلجأ بالسحب من مدخراته أو يلجأ إلى الضمان الاجتماعي فهو في نهاية المطاف حتى وإن كان دخله صفر إلا أنه هناك استهلاك ثابت لا يعتمد على الدخل هو C A عشان هيك في الدالة في الأسفل في الدالة في الأسفل نشوف أنه السي الاستهلاكي كلي مكون من C A الاستهلاكي ثابت زائد D Y اللي هي الاستهلاكي المتغير الذي يعتمد على الدخل أو جمعيات الخيرية إذا بتصدقوا عليها سمر إذا كان فقير الفقراء الذين لا يعملون تجهز عليهم الصدقات إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية فبالطبع الجمعيات الخيرية بتعطي الفقير الذي لا يعمل صدقات وبالتالي فهو في النهاية المطاف سوف يأكل ويشرب ويستهلك يأخذ ما يتوطيه إياه جمعيات خيرية أو أصحاب أصحاب اليد البيضاء لكي يأكل ويشرب الآن النوع الثاني السهلاك المتغير أو التابع المتغير أو التابع التابع للدخل الذي يعتمد على الدخل الذي كلما زاد دخلك زاد استهلاكك اللي حكينا فيه قبل شوي اللي قلنا أنه يزيد الاستهلاك مع زيادة الدخل فهذا تابع لماذا تابع لأنه يتبع الدخل طرديا إذا زاد بزيد إذا قل بقل فالاستهلاك الكلي هو عبارة عن واحد زاد اثنين الاستهلاك الكلي عبارة عن مجموع الاستهلاك الثابت الذي لا يعتمد على الدخل زاد الاستهلاك المتغير بي واي الذي يعتمد على الدخل أوكي وبالتالي يصبح الاستهلاك الكلي C يساوي C A الاستهلاك الثابت زاد B Y الاستهلاك المتغير الآن بدي أعرف بدي أعرف شو يعني B أنا Y هي الدخل لكن B شو هي المتغير هلا بعد شوي نعرفها في الشريحة رقم ثلاثة بإذن الله تعالى اللي هو الميل الحدي لاستهلاك B عنا نحن معادلة C الساك الكلي equals C A الاستهلاك الثابت الذي لا يعتمد على الدخل زائد B Y B هو الميل الحدي للاستهلاك شو يعني الميل الحدي السلاك الميل الحدي السلاك هو مقدار الزيادة السلاك الناجمة عن زيادة الدخل بوحدة واحدة فهو تعريفه هيك كيف يعني بمعنى بمعنى لو كانت B B بتساوي 0.8 الميل الحدي السلاك 0.8 ماذا يعني ذلك يعني ذلك إذا زاد دخلك بقيمة ريال فأن استهلاكك سوف يرتفع بقيمة 80 هللة أما إذا زاد دخلك بقيمة 100 ريال 100 ريال فهذا يعني أن دخلك أن استهلاكك سوف يزيد بقيمة 80 ريال وإذا زاد دخلك بقيمة 1000 ريال 1000 ريال فهذا يعني أن استهلاكك سوف سوف يزيد بمقدار 800 ريال تضرب لأنك إذا تضرب الدخل Y في B فB أنت عندك 0.8 0.8 فإذا زاد دخلك بقيمة 0.8 Y فإذا زاد دخلك بقيمة 100 ريال فبصير عندك 0.8 ضرب 100 بدل Y 100 0.8 فبصير عندك 80 إذا استهلاكك برتفع بقيمة 80 ريال هذا ما يعني المية لحد الاستهلاك مقدار الزيادة في الاستهلاك الناجمة الناجمة عن زيادة الدخل بعدد بريال أو 100 ريال أو 1000 ريال أو كذا إلى آخرية حسب أوكي وهكذا ف Y بالنسبة للاقتصاد كل Y الاقتصاد كل تعني الدخل القومي أو الدخل المتاح الذي لا يوجد فيه تدخل حكومي ولا فيه الصادرات لأننا نتحدث عن اقتصاد الآن مغلق مغلق مكون فقط من قطاعين قطاع الافراد وقطاع رجال اعمال دون وجود حكومة دون وجود تعامل بالصادرات والواردات مع العالم الخارجي أوكي بالطبع زي ما تشايف الأصفر في الرسم الأصفر في الرسم هذا هو دالة الاستهلاك التي هي تتصاعد تتصاعد إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى كلما زاد الدخل لأنه كلما زاد الدخل ارتفع من Y0 إلى Y1 يرتفع السلاك من C0 إلى C1 يرتفع السلاك من C0 إلى C1 أي مثال المثال ما هو موجود أنا أعيده ما هو موجود هاي المثال حطوا أنا المثال ها هو مثال مكتوب أمامك أنت مش شايف المثال المثال ها هو لو كانت B0.8 يعني ما لحد السلاك 0.8 فهذا يعني أن لو ارتفع دخل السعوديين 100 ريال بارتفع الدخل أو 100 مليون ريال 100 مليون ريال بارتفع السلاكهم بقيمة 80 مليون كنت عليه ولو ارتفع لو ارتفع دخل السعوديين بقيمة بقيمة مثلا 200 مليون ريال 200 مليون ريال 200 مليون خلينا أكتب ارتفع دخل السعودي 200 مليون كم يرتفع السلاك السعوديين برافو أبو بكر أبو بكر ححامد 160 مليون ريال اللي هو كم يرتفع بكر جاب الميل حد السلاك ضربه بمتين فطلع 160 ممتاز أوكي أهلا في ناس بكو إن الشراح مش طالع عندهم إذا بتتابع ممكن الشراح ما تطلع عندك إذا عم بتتابع من خلال الجوال يعني إذا بتتابع من خلال الجوال أحيانا بعض الجوالات لا تدعم لا تدعم التار كونت فما تستطيع تشوف الشرائع تار كونت أوكي آه الآن هاي النساء نحن بعدين نشوفها إن شاء الله لاحقاً لأننا حنوخذ عليها أنت الكثيرة لاحقاً فلا تخافوا رجعي لها رجعي لها لاحقاً لما نبدأ بالتوازن كيف التوازن فحنخدها مع بعض لاحقاً بإذن الله تعالى الآن آه شو تأثير ارتفاع الاستهلاك الثابت وما هي العوامل وما هي العوامل التي تؤدي الى ارتفاع الاستهلاك الثابت أوكي طيب في عاملين رئيسيين في عاملين رئيسيين بيرفعوا الاستهلاك الثابت الذي لا يعتمد على الدخل يعتمد على عوامل أخرى غير الدخل أول شيء ارتفاع الثروة ارتفاع الثروة الثروة ثروة الناس عبارة عن شو عن ذهب عن صدة أراضي بنايات بنايات سندات أسهم في البورصة أسهم في البورصة أه 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 سيارات الى اخري اي شيء سيارة معمرة السيارة اوكي الان كلها اذا ارتفعت قيمتها بزيد الاستهلاك الثابت بمعنى بمعنى اذا ارتفعت البورصة السعودية وارتفعت أسعار الأسهم في البورصة السعودية فاذا كنت انت تمتلك مئة ألف سهم في سابك مئة ألف سام في سابك وكان سعر السهم خمسة ريال وارتفع فثروتك كانت نصف مليون ريال بعد فترة بعد سنة أصبح سعر السهم عشرة ريال بدل خمسة ريال بتصير ثروتك ثروتك مش نصف مليون بتصير مليون كامل بتصير خمسمائة ألف سروتك بتزيد ثروتك بتصير مليون ريال بدل خمسمائة ألف ريال صح؟ اذا الثروة لما ترتفع الثروة لما ترتفع بتزيد وتبيع أسهمك بتزيد قدرتك على الإنفاق لانه لما تصير غني أكثر بتزيد استلاكك بتزيد استلاكك صح؟ اذا هذا أول شيء فبالتالي بالتالي ارتفاع الثروة يؤدي ارتفاع منحنة الاستهلاك اللي هو في الأسفل على اليسار إلى أعلى إلى أعلى يرتفع إلى أعلى لأنه الثروة ارتفعت فهو المنحنة يعمل شفت إلى أعلى صح؟ لا الرسم غير مطلوب يا نور الرسم غير مطلوب فقط هدف الرسم هو التوضيح التوضيح والتبسيط لكي تفهم اوكي للفهم ولن يأتيك أسئلة عليه بالشو اسمه يعني مش يحط له بنا في الاختبار اه طيب الان العامل الثاني اللي بيؤدي انه الاستهلاك الثابت يرتفع وبالتالي يؤدي الى ارتفاع دالة منحنة الاستهلاك إلى أعلى هو ثقة المستهلكين ثقة المستهلكين لما يكون كلما كانت ثقة المستهلكين او الافراد بالمستقبل عالية كلما بيزيد استهلاكهم الثابت اكبر وكلما كانوا متشائمين بالنسبة لمستقبل كلما كان استهلاكهم الثابت اقل ليش؟ لانه بيخاف بيخاف بيصير اذا كان الوضع صعب بيصير يدخر اكتر بيصير يخاف بيصير يحكي خبي قرشك الابيض ليومك الاسود زي ما حكى احد الزملاء او احد الزميلات فبيصير بيدي يدخر اكتر لانه الوضع الاقتصادي هو بيصار يخوف فبيصير بيدي يدخر اكتر بيبطل اه فبيصير يدخر اكتر اه فهنا يصبح الادخار على حساب الاستهلاك دايما الادخار على حساب الاستهلاك فيدخر للمستقبل لانه متخوف من الحاضر فهو متخوف متخوف من متخوف فيصبح يدخر اكتر لكي لو صار من صار مستقبلا من امور سيئة فهو لديه ما ينفقه مستقبلا الان اه برافو يا يسرة برافو عليكي شاطرة شاطرة فانت ان شاء الله تخبي 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 لليوم الاسود الان تأثير ارتفاع الميل لحد الاستهلاك بيه بس لا تخبي تحت البلاطة لا تخبي تحت البلاطة او تحت الفرشة تخبيهم في البنك اوكي ليصير معك زي هالواحد اللي انحرق بيته انحرق بيته وكان حاطط مليون ريال جو الفرشة راحوا المليون ريال تبخروا اوكي الان تأثير ارتفاع الميل لحد الاستهلاك بيه من خلال نشوه كيف الميل لحد الاستهلاك ماعنه الميل الميل هو ميل الندلة ميل ماعاذ الله يعواد عليه ميل الدلة كيف ميل الدلة ميل الدلة اللي هي بدأت السلك الان كيف بتنين النالة التي احلى الميل هو الانحدار لما تسمع كلمة ميل هو الانحدار هل هو منحذر جدا او قليل انحدار كبير انحدار او قليل انحدار ارسك علي اه اول شي اللي بتزيد ميل الحدي السلاك برفعه اللي هو نحن اخذنا مثال هون قلنا لو كانت مثال لو كانت بي 0.8 الان اللي برفع بي من 0.8 الى 0.9 هو خليك معاي هو اولا التقديرات الشخصية للزيارة في الدخل هل هي دائمة ام مؤقتة بمعنى انت كسعودي انت كسعودي تعمل في شركة او تعمل في القطاع الحكومي اذا كنت بتعرف انه كل سنة كل سنة هيجيك زيادة سنوية على راتبك 5% خمسة في المية فبالتالي كل سنة هيزيد ميلة للاستلاك اعلى اوكي بيزيد ميلة للاستلاك لان انت عارف والله انا السنة الجاي بدي يجيني خمسة في المية على الراتب اوكي خليني اسهلك بترتب امورك انه يزيد استلاكك لانه عارف انه بدي يجيك زيادة سنوية اوكي اما لو كنت اه 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 بزيد استلاك اما لو كنت انخفضت اسعار النفط انخفضت اسعار النفط والحكومة اعلنت اعلنت انه والله زيادات سنوية للموظفين في الدولة للسنة الجاي ما فيت زيادات سنوية أوقفتتُ زيادات السنوية عندها حيقل ميلك حيقل ميلك لاستهلاك حينخفض ballots حيقل ميلك لاستهلاك براضو عليك. ايوة. فهنا هاي. اتنين 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 اصحيح علاقة عكسية. اتنين انخفاض ضريبة الدخل. برضو علاقة عكسية انخفاض ضريبة الدخل اه او زيادتها. فانخفاض ضريبة الدخل يعني ازا انخفض ضريبة الدخل فبتزيد الدخل متاح. ليش بزيد الدخل متاح? لان الدخل متاح خليه اكتب لك اياها اكتب لك اياها. اخذ مرة ماضية. اه الدخل متاح. خليك معي. يساوي. الدخل الكل مثلا. او الشخصي. الدخل الشخصي. ناقص الضرائب. ناقص الضرائب. هاني كتبتها. بمعنى كرموز. خلينا نكتب بالانجليز كرموز. Y. سوري. Y D. Y. D. اقص الضرائب. ال Y الدخل. دخلك ايه جمالي مثلا. مطروحة منه. T. التاكسز. ده رائب. فالان اذا انخفض الضريبة. اذا انخفض الضريبة. اذا انت راتبك. ال Y. ال Y. راتبك عشر تلاف ريال. والدول اللي بتاخد منك ضريبة. الف ريال. الدخل المتاح المتبقي لك. كان بيكون. تساتلاف رائع رائع. اذا انت عندك قدرة تصرف التساتلاف كاملين. وتنفقهم على الاستهلاك. لكن لكن. لو لو. لو. قررت حكومة. اتخفض الضريبة عليك. من الف. الى خمسمية. الدخل المتاح تابعك. كم هيكون? صح ملهم. برافو. تساتلاف وخمسمية. اذا انت سوف يرتفع دخلك المتاح بقيمة خمسمائة ريال. بزيد في الحالة هاي. بزيد ميلك. بزيد ميلك. للاستهلاك. والعكس صحيح. والعكس صحيح. اوكي? اذا ارتفعت الضريبة. بقلدخ لك المتاح. صح? وبقل ميلك لحد لاستهلاك. ممتاز. عشان هيك حطط لك ايها? هناك علاقة عكسية. اه برافو برافو حمد. او احمد دكتور لما رجعت البدلات صديق لي عنده جوالات يقول يستغلنا حق سنة. صح 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 صح. لما رجع البدلات اه برافو عليك. لما رجع البدلات عرفوا الناس انه خلص. هيجيهم في المستقبل فلوس. فزاد ميلهم للاستهلاك. برافو. هذا المقصود في. هذا هو المقصود في. فبيزيد الميل السلاك. برافو. ايوة لانه عرفوا الناس انه بعد شهرين تلاتة الدولة حتنزل لهم بدلات. يرجعون لهم البدلات اللي اخدوها منهم. ففورا راحوا الناس يشتروا جوالات واشتروا. اصار يشتروا. بزيد منه سلاك. اه بضريبة تي تي. بضريبة رمزة تاكسز تي. اه. طيب منيح. الان نروح لشريحة اللي بعدها. اللي قبل الاخيرة. بالنسبة للاستثمار. بالنسبة للاستثمار. اللي احنا. احنا حكينا. في الشريحة الاولى. هنا. قلنا. الطاول الكلي. في اقتصاد مغلق. مكون. من قطعين. مكون الطاول الكلي. من الاستهلاك سي. ومن الاستثمار اعي. من الاستهلاك سي. الطلب. على السلع السلاكية من طرف الافراد. والطلب على السلع الرأسمالية. من طرف رجال الاعمال. اللي هو اي. خلينا نروح الى الاي الان. خلصت السلاك. خلينا نروح اشوف الاي. بالنسبة للاستثمار الاي. اللي هو طلب رجال اعمال على السلع الرأسمالية. من الات وجرافات وعدد ومكنات. هو ثابت. هو ثابت. لا يعتمد على الدخل. اي انه مستقل عن الدخل. يعتمد على عوامل اخرى. شو العوامل يعتمد على الاستثمار؟ انا مش في معرض الحديث عنها الان. لكن ممكن اذكر لكم سريعا. الارباح التي يتوقعها رجال الاعمال. اتنين. الضرائب المفروضة من طرف الدولة على رجال الاعمال. ثلاثة. سعر الفائدة او سعر الاقتراض من البنوك. اربعة. الى اخره. اه. عوامل اخرى غير الدخل. اربعة. اه 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 الطلب. القوة الشرائية للناس التي تطلب السلع من رجال الاعمال. ايوة. فبالتالي الاستثمار لا يعتمد على الدخل. وانما يعتمد على امور اخرى غير الدخل. الان. الاسهم يا ايمان رصيد ولا كيار. مين بيعرف يجاوب ايمان. ايمان ثلاث والحلو. اه. الاسهم. برافو مين جاوبها يا رصيد. فاطمة اه فاطمة. والجميع اه 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 اه. ايوة رصيد. هو رصيد. الرصيد. برافو. حلو. الان التقاء. برافو. الجميع جاوب برصيد تقريبا. ثروة هي رصيد. اه. لانه ثابت. في لحظة زمنية معين زي ما كفت الاخت داليا. هو ثابت خلال سترة زمنية معين برافو. الان نرجع موضوعنا. بالتالة طول الكل في اقتصاد مغلق مكووم القطعين سيكون بجمع الاثنين معا. الطابس هلاكي سي وطابس مري اي. فبالنسبة لانتاج عرض الكل يمثله حكينا خط الخمسة واربعين. العرض الكل لازم تعرف انه العرض الكل من ساعة خدمات يمثله خط الدخل. خط الدخل هذا الخط الازرق. شفت الخط الازرق في الاسفل. هذا الخط الازرق. هذا الخط هو خط الدخل او خط الانتاج او خط الخمسة واربعين. كلها مسميات لشيء واحد. او خط او منحنة العرض الكل من الساعة وخدمات. فالخط ازرق هو خط الدخل. خط الانتاج. خط الخمسة واربعين. او خط او منحنة العرض الكل من السلع والخدمات. اوكي. السهم في بورصة طيب نفسه رصيد يكون. اكيده يعتبر رصيد. السهم رصيد. رصيدة. لانه هذا الرصيد يتغير من اللحظة الى اخرى. الان. التقاء منحنة الاصفر اللي اخدناه هون. طلع. نحن اخدنا هون منحنة اصفر. منحنة الاستهلاك. شاف المنحنة الاستهلاك؟ هذا منحنة الاستهلاك. خليك ثابت زائد. السلاك متغير. وعندي في الوسط الاستثمار ثابت. شاف ثابت. خط افقي. لا يعتمد على الدخل. مهما تغير الدخل يبقى الاستثمار ثابت. اوكي. نجمع الاحمر الاثنين مع بعض. اذا جمعناهم الاثنين مع بعض. اللونه احمر. بيعطيني الاصفر اللي فوق. بيعطيني السي زائد اي في اقصى اليمين. بيعطيني الاصفر اللي فوق. فالتقاء الاصفر اللي فوق اللي هو الطالب الكل على السلع وخدمات اللي هي السي زائد اي مع التقاؤه مع منحنة الازرق خط الانتاج. يعني التقاء الطالب الكل مع العرض الكل. النقطة الصفراء. النقطة الصفراء. النقطة الصفراء. شايفينها? اللي هي في اقصى اليمين في الاسفل. التقاء الاصفر مع الازرق. هاي نقطة التوازن. ايوه. هاي نقطة التوازن. حيث يتوازن اقتصاد عندما يتساوى الطلب الكلي المكون من الطلب السلكسي زائد الطلب الاستثماري I مع العرض الكلي الأزرق وتتحدد نقطة التوازن وهو في الأسفل Y star اللي هي الإنتاج التوازني Y star هذا هو الإنتاج التوازني فلو كان الإنتاج التوازني 100 فبيكون الطلب الكل 100 ماذا يعني؟ يعني 100 يساوي 100 هل تهمت علي؟ هي هذه النقطة الوحيدة التي يكون فيها Y Y يساوي C Z I هذه هي النقطة الوحيدة اليتيمة التي يتساوى عندها أيوة نطلق عليها يا وضح القحطاني الدخل التوازني برابو عليك نقطة التوازن فY star تحت Y star تحت هي الدخل التوازني أو الإنتاج التوازني شيء عن الإنتاج التوازني أو الدخل التوازني؟ الانتاج التوازني أي الانتاج الذي عنده يتساوى الطلب الكلي على السرعة والخدمات مع العرض الكلي من السرعة والخدمات اللي هي الكمية التوازنية زي ما حكت أختنا حنان بن عبدو اللي هي الكمية التوازنية رائع الآن الآن العلاء في ليلة ما فهمت شو ما فهمت يا أخت ليلة؟ ممكن أعرف شو النقطة ما فهمتها؟ اللي هو التوازن هنا؟ التوازن بسيط بكل بساطة بكل بساطة التقاء منحنة الأزرق اللي هو الذي يوثل الإنتاج الكلي من السرعة والخدمات مع منحنة الأزرق مع المنحنة الأصفر المتقطع الأصفر فوق اللي هو C ZI التقاءهم مع بعض بيعطيك التوازن هذا هو التوازن أوكي؟ التوازن هو عندما يتساوى هاي هون أول شريحة أول شريحة لا هون هون عندما يتساوزن كل يتحقق هاي هون اقرأي فوق 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 الطلب الكلي مع العرض كلي صح؟ إذن عندما يتساوى Y مع C ZI Y الإنتاج و C ZI الطلب الكلي الطلب C طلب الاستهلاك الاستهلاك أو المستهلكين و طلب المستثمرين أوكي فهنا يتساوى Y اللي هو ال Y اللي هو الأزرق ال Y ال Y اللي هو الأزرق والأصفر هو مين؟ هو C ZI يلتقوا عند النقطة يلتقوا عند النقطة التوازن إنه إنه هون نحن هون C ZI اللي هو بدنا نعتبر إنه ما في إدخار آه أعتبر إنه كل الدخل كل الدخل يذهب إلى الاستهلاك فرضاً كل الدخل يذهب إلى الاستهلاك وحتى لو حتى لو في إدخار عادي عادي لو في إدخار عادي ما هو الإدخار جزء منه يذهب I استثماراتي يا حبيبي ما هو C ZI هي الاستثمارات الآي عبارة عن شو؟ الاستثمارات هي عبارة عن مدخرات حولت الاستثمارات الآي فيما بعد فيما بعد عن طريق البنوك يعني أنت باقي فلوسك التي لا تستهلكها تبقى في البنك البنك يأخذها ويقرضها لرجاء الأعمال الذين يأخذون تلك الأموال ويستثمرونها ويشترون فيها آلات ويشترون فيها جرافات وينتجون ويبيعون أيوة فعادي حتى لو كان في إدخار عادي أوكي وصلت وصلت ممتاز إنها وصلت الآن شو العلاقة بين الإستلاك والإدخار شو العلاقة بين الإستلاك والإدخار هذا حكينا فيه عندما تحدثنا عن المدرسة الكلاسيكية في اللقاء السابق قلنا سابقاً للتذكير أن الدخل يتوزع إلى جزئين جزء يستهلك يذهب الإستلاك فيه وما تبقى يبقى في البنك ويذهب ك س مدخرات إذن الواي اللي هو الدخل يساوي السي السلاك زائد المدخرات الآن إذا حديت تعرف كم المدخرات تبعتك بتطرح دخلك بتطرح منه مجموع ما تستهلكه بيعطيك مجموع ما تدخله ما تبقى يعني ما يتبقى من دخلك هو مجموع مدخراتك فالإدخار يساوي الدخل ففرضاً لو كان دخلك عشر آلاف ريال واستهلكت أنت استهلكت أنت منه 8 آلاف ريال ما تبقى ألفين ريال هي مدخراتك هي مدخراتك كل بساطة صح؟ برافو إذن كيف بدنا نشتق أو نكتب دالك الإدخار يا محترمين يا بابور الدخل يساوي الاستهلاك زائد الإدخار الآن خليك معي ما فهمت خليك معي Y equal C زائد F الآن إذا بدك تحسبي الإدخار قلق لي C على الطرف الثاني شو بتصير C سالبة لما توقلي شيء من طرف إلى طرف بتصير سالب بتصير Y ناقص C يساوي يساوي فالمدخرات عبارة عن الدخل مطروح منه قيمة ما تستهلكي بكل بساطة فلو كان دخلك 10 ألف ريال استهلاكت منه 8000 أخذتي راتب 10 ألف ريال وصرفتي 8 ألف منه اشتريتي أكل وشرب وملابس وإلى آخره كم بيبقى كم بيبقى يا عزيزتي من دخلك ألفين مدخرات أوكي أوكي ممتاز الآن الآن إذا أعطاك إذا أعطاك دالة الإدخار الإسهلاك كيف تشتق منها دالة الإدخار كيف تشتق منها دالة الإدخار بكل بساطة بسيط جدا جدا الموضوع دالة إسهلاك معروفة C يساوي C A زائد D Y صح؟ الآن كيف تشتق منها دالة الإدخار الإدخار بالأخضر والإسهلاك الأحمر هنحطه الآن الإدخار بالأخضر بتخطه تحت بدل C بتخط S يساوي ناقص C A ناقص إسهلاك الثابت بيصير ناقص الرقم بيصير بناقص وبيصير B لما يحد إسهلاك وبتطرح واحد ناقص بي Y فهيك تشتق دالة إدخار من دالة الإسهلاك كيف كيف مثال لو كانت عندك دالة الإسهلاك هي الواحد رقم ثابت يا أحمد أه أيوه فلو كان عندك الآن دالة الإسهلاك اللي بالأحمر هي C يساوي 50 إسهلاك ثابت 50 زاد 0.75 هاي B اللي لا يحدد الإسهلاك B 0.75 Y أوكي سلماء سلماء البقمة تحكي لي الماء الحدي إدخار هو المكمل فإذا كان خليك معي سلماء برافو عليك إذا كان B أي الماء الحدي B الماء الحدي إسهلاك 0.8 كم بيكون ماء الحدي إدخار 1 ناقص B اللي هو 1 ناقص 0.8 0.8 واللي هو 2 بالعشرة 0.8 0.8 بحيث total 1 أيوة شو يعني ذلك شو يعني ذلك يعني ذلك كل إذا كان معك ريال 80 هللة بروحه إسهلاك و 20 هللة بروحه إدخار إذا كان معك 100 ريال 80 ريال بروحه للإسهلاك و 20 ريال بروحه مدخرات فهمتشو يعني بيكملوا بعض عشان هيك 1 ناقص B أيوة ممتاز الآن مثال كيف أشتق طلب منك أعطاك الدال اللي بالأحمر C السلاك الكلي السلاك الكلي السلاك الكلي يساوي 50 زائد 0.75 Y حكالك هاي دات السلاك تفضل تشتق دالة إدخار دات إدخار دات إدخار مين هي؟ بدك تخط قبل الخمسين بكل بساطة سالب خمسين متابع معاي سالب خمسين وتيجي تخط الرقم اللي جنبي اللي يقول بي تخط 1 نقص 0.75 0.25 1 نقص على الآية اللي حاسبة كله ما هو الآية حاسبة 1 نقص 0.25 بصير 0.25 المكمد أيوة فبيصد عندك دات الإدخار هي نقص خمسين زائد 0.25 واي أيوة ممتاز نأخذ مثال آخر يا شباب مثال آخر أوجد ذلك لإدخار العلمته أن دات الإسلاك هي C تساوي 10 مليون ريال إسلاك ثابت زائد 0.80 B Y أوكي الحل الس الس بتصير S العشرة تصير سالب عشرة بتغير إشارتها زي ما غيابة الخمسين وعملتها سالب بتخلى العشرة سالب زائد واحد ناقص الرقم الجنب الواي 0.2 فتصبح ذلك الإدخار ناقص عشرة زائد 0.2 Y فهمتوا كيف الاشتقاق؟ الواحد هو المكمل مكمل ريال فإذا كان D الميل الحدي لاستلاك 0.8 فإن الميل الحدي للإدخار هو 1 ناقص 0.8 1 ناقص 1 ناقص 0.8 أخطأت 1 ناقص 0.8 هكي همت؟ آه ما يعني الواحد؟ الواحد هو الريال الريال تابعك الريال إذا كان B الميل الحدي السلاك 80 هلله بروح للسلاك ما تبقى من هذا الريال الواحد اللي هو 20 هلله يذهب إلى الإدخار الريال الواحد يرمز إلى الوحدة النقدية أو الوحدة العملة الريال ليش حطينا السالب وين؟ وين؟ بدور آه قبل العشرة بدور آه 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 سؤالك جميل سؤالك جميل ليش دايما عم بحط سالب قبل الرقم الأول؟ ليش؟ لأنه لأنه لما يكون الدخل صفر خليك معي خليك معي إذا كان أنت دخلك صفر أنا دائمت الدخار سالب عشرة زائد 0.2Y أوكي؟ لما يكون ما يحد يكتب لما يكون أنت لا تعمل أنت لا تعمل عاطنا عنا يعمل دخلك شو بيكون يا حبيبي؟ صفر دخلك بيكون صفر هعوض الآن 0.2 ضرب صفر Y هعوض ما كان صفر بيصير S يساوي سالب عشرة أي شيء بتضربه بصفر فهو صفر فبيصير S يعطيك الإدخار سالب عشرة شو يعني؟ شو يعني؟ يعني يعني لو كان لو كان دخلك صفر أنت سوف تلجأ تلجأ إلى السحد من مدخراتك سوف إذا أصبحت اليوم عاطل عن عمل لا تعمل عائلتك وأولادك سوف يستمرون في استهلاك إذا كان عندك مدخرات في البنك سوف تلجأ للسحد منهم الأخذ منهم عملية الأخذ منهم سالب عشرة أو تلجأ الإقتراض إذا اقترضت من البنك ما عندك هيك مدخرات تسحد منهم تنقص منهم سوف تلجأ إقتراض وإذا كنت مقترد أنت مديون والمديون في المحاسبة بالسالب فعشان هيك تصبح S بالسالب أنك أنت مديون فإما تسحد من مدخراتك أو تقترض من البنك أو أو فإنت مديون في الحالة هاي عشان هيك تكون سالب هذا إذا كان دخلك صفر صفر عشان هيك بالرسم تحت في أحصر يسار عند الرسمة عند زيرو يلطقي منحنا البخار الأزرق تحت 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 يضرب عند السالب خمسين يضرب عند السالب خمسين لأن هنا المعادلة الأولى أبراظ عليك صح 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 فهمنا ليس سالب يعطيكم الإفعار في الشباب إنكم فهمتوا وأنا أشاكر نطفكم وتفهمكم وطولة بالكم وأي واحد عنده أي سؤال آخر أنا تحت أمره تفضل لا شكر على واجب يا شباب لا شكر على واجب المهم أهم شيء بالنسبة إلي إنك تفهم المادة وتطلع لما تسمع تلفزيون الدخل القومي التوازن الدول اللي فرضت ضرائب وتسمع المحلين الاقتصاديين بيحكوا تفهم شو بيحكوا حسنا يعطيكم إلف عارف يا شباب حيادية النقود ما تعني؟ حيادية النقود عندك لسيك حنجيها بعدين يا إيمان جايها جايها بس على كل حال يعني يعني عرض النقود لا يؤثر يعني ما يعني حيادية النقود عندك لسيك يعني أن النقود لا تؤثر ليس لها تأثير على الإنتاج إذا زادت النقود أو النقصة ما في得 لها مؤثر ما بتأثر على الإنتاج محايدة فزيادة عرض النقود زيادة عرض النقود في البلد يعني زيادة الأموال بين إدين الناس او الفلوس بين ادين الناس في البلد لن يؤثر على ايش على الانتاج هذا معناها محايدة اي النقود محايدة لا تؤثر على الانتاج في البلد في الحين كنز بيحكي لا النقود ليست محايدة بل تؤثر على الانتاج كيف كيف بعدين بشرح لك لاحقا لانو جايينها جايينها اه الان اوكي انا من الاردن يا سمر اردني اوكي لا اوه اوكي ما بتأثر هذا عند الكلاسيك او ما عند كنز بتأثر هو كنز عكس الكلاسيك اه 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 في مهرة مبارك العلاقة بين الدخار والسلاك فرضية والعكسية لا 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 اه العلاقة اكيد اكيد عكسية لما يزيد مدخراتك بيكون على حساب السلاكك ولما يزيد السلاكك بيكون على حساب مدخراتك يعني ازا انت عندك عشرة الاف ريال اوكي زاد السلاكك بيكون على حساب قدرتك على الادخار بتقل قدرتك على الادخار بتقل اوكي اخيد كل شي واضح يا عروة اه كل شي واضح حواء موسى اي مثال مثال اخير اه مثال بكل بساطة عشان توجد دالة الدخار بالاخضر الاحمر العشرة الرقم العشرة بتحطي قبل السالب بتحطي سالب بس والرقم اللي جنبي بتطرح منا واحد وبتطع لعك دالة الادخار هكذا تشتقين دالة الدخار الخضراء من الدالة الحمراء في امتي? اه اه سعر الفائدي بتأثر على بتأثر بعرض النقود يا ملهم حنشوفه بعدين بعدين سعر النقود بتأثر بعرض النقود اكيد اكيد اه اوكي يا الله يعطيكو العافية شباب شاكر لطفكو ونلتقي ان شاء الله باذن الله تعالى يوم الاثنين القادم عشان اه نكمل نكمل ونشوف مع بعض كيف يتحدد الدخل التوازن كيف احسب كيف احسب بالضبط الدخل التوازني في الاقتصاد المغلق المكون من قطاعين رجال اعمال والقطاع الحكومي او قطاع رجال اعمال والقطاع الافراد بعدين بعدها مناخد قطاع رجال اعمال والقطاع الافراد والقطاع الحكومي وبعدها منكبر النموذج اكتر ومناخد الاقتصاد المحتوح قطاع الافراد وقطاع رجال اعمال والقطاع الحكومي والقطاع الخارجي باذن الله تعالى فالذلك الوقت استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته